وسط أجواء رياضية رائعة امتلأت بالحماس والتنافس الودي وحضور جماهيري لافت اختتمت فعاليات المنشط الترفيهي الذي يشرف عليه وينظمه جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع تجراء بإقامة المباراة نهائية لدور كرة القدم بين المهاجرين من نزلاء مركز الإيواء نديره في نشاط ترفيهي كرة القدم للمهاجرين لداخل فرع مركز إيواء تجورة بدعم المنظمة الدولية للهجرة وبتنصيق وإشراف المركز الهجرة هنا للمهاجرين باش نغيرولهم الأجواء متاحهم درنا مجموعة مباريات على طول الأسبوع الغرض منها تغيير نفسية المهاجرين وباش يلعبوا وتعرفوا بعض على أكتر كنشاط ترفيهي ضمن النشاطات التي يأدب ويقوم بها فرع تجورة للهجرة الشرعية النشاطات الذات الطبيعة الترفيهية والنزلاء التي ترفيه عليهم طيلة فترة بقاهم داخل مركز إيواء ومن بين هذه النشاطات طبعا النشاط الرياضي يقيم نشاط دوري كرة قدم صغر خاص بالمهاجرين جمع العديد من الجنسيات طبعا لا يخف عليكم توجد لدينا تقريبا تسعة عشر احداشة جنسية يعني أفريقية سيوية وقيمة دوري كرة قدم بالتعاون مع المنظمة الدولية الهجرة نشاط ترفيهي يأتي في إطار تقديم خدمة الدعم النفسي للترويح والترفيه عن النزلاء وكسر الروتين اليومي الذي يعانون منه والذي يهدف إلى توفير فرص لممارسة الرياضة لما لها من الأثر البدني وزرع روح الإخاء بين المهاجرين ولتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة من خلال العديد من الفعاليات التي ينظمها على مدار العام أول حاجة نهاية أن المركز قدم لنا خدمات والدور كان مليح 100% طبعا لعبنا مثل ثلاث مباراة كلنا فوزنا فيها لعبنا ضد أسيوبيا وضد جنوب السودان وآخر مباراة الصومال وما شاء الله هم الناس اللعبين ما شاء الله نديهم حقا برضي والحمد لله إن استثمار وقت النزلاء يعود عليهم بالنفع والفائدة لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم واكتشاف مواهبهم وسقلها والسعي إلى التخفيف والترفيه عنهم من الحالة التي يعيشونها داخل مراكز الإواء بعيدين عن أسرهم